العراق الجديد هذا كان شعار الحفلة التابينية الذي أقامته رابطة ذوي الشهداء بشير لإحياء الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لاستشهاد أول كوكبة من أبناء قرية بشير التركمانية التابعة لمحافظة كاركوك على يد النظام البائد حيث جرى تنظيم الحفلة التابينية بحضور رئيس الجفة التركمانية العراقية الناء برشد الصالح وأعضاء من مجلس محافظة كاركوك وعدد من رجال الدين وأهالي ووجهاء ناحية تازخرمة وقصبة بشير التركمانية أحياء للذكرى السنوية السابعة والثلاثين لاستشهاد أول كوكبة ظاهرة من أبناء شهداء بشير المنكوبة وتحت شعار شهداء ناق ناديل أن نارى الطريق العراق الجديد أقامت رابطة ذوي شهداء بشير التركمانية حفلا تأبينيا لاستذكار الشهداء الذين راحوا ضحية النظام البعثي جرى الحفل التأبيني بحضور رئيس الجبهة التركمانية العراقية أنها برشد صالحي وأعضاء من مجلس محافظة كاركوك وعدد من رجال الدين وأهالي ووجهاء من تازخرمات وبشير التركمانيتين هذا وافتتح الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم وقراءة صورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ألقيت كلمات استذكرت الشهداء ومواقفهم البطولية في التصدي لأعتى نظاما دكتاتوريا عرفه التاريخ الحديث وتخلل الاحتفال قصائد لشعراء عن الشهداء والشهداء وبعدها جرى توزيع الدروع التقديرية للمشاركين في الحفل التأبيني وأيضا تم تقديم درعا لرئيس الجبهة التركمانية العراقية أناء برشد صالحي تثمينا لدوره في المشاركة بالحفل التأبيني وفي حديث لمراسل فضائية تركماني أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أناء برشد صالحي أن بشير قدمت الكثير من الشهداء وهذا خير دليل على أن بشير التركمانية قوية بأهلها ومن هنا ناشد صالحي أن خبين التركمان في بشير للذهاب إلى مراكز التسجيل واستلام بطاقتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات ونيل حقوقهم المشروعة أما كل من ممثل المرجعية الدينية قنبر الموسوي ومديرة إعدادية قنزيول التركمانية خديج علي فأكد بدورهما على أن أهالي بشير التركمانية قد عانوا الكثير وقدموا التضحيات منذ حكم النظام السابق إلى يومنا هذا حيث قام النظام السابق بإلقاء القبض على مجموعة من شباب بشير وبعدها تم إعدامهم ظلما رفعين أن الشهداء هم قناديل أنار الطريق العراق الجديد عملية غصن الزيتون العسكرية التي بدأتها القوة المسلحة التركية بمساندة الجيش السوري الحرة تحصد نتاجها حيث سيطر الجيشان التركي والسوري الحر على مركز مدينة عفرين شمالي سوريا دون مقاومة وجرى رفع العلم التالي ترجمة نانسي قنقر